ناقش اجتماع موسع وقد بمبنى فرع البنك المركز اليمني بمحافظة لحجة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي عدد من القضايا والمضوعات المالية والاقتصادية الراهنة على الساحة الوطنية والموقف المالي للمحافظة وسبل الارتقاء بمستوياته وقر الاجتماع تشكيل لجنة لوضع المعالجات العاجلة لتفعيل موارد الحقل المالي بالمحافظة وإنعاشه وتدعيم الدور الحيوي المهم للسياسة النقدية وقرات الصرافة العاملة بمدريات المحافظة شهرا كاملا لتصحيح أوضاعها القانونية وحصولها على تراخيص مزاولة المهنة من فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة وحال عدم تقيودها بذلك ستتعرض للإغلاق وخلال الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة العميد عبد الفتاح الحجيلي ومدراء فرع البنك المركزي اليمني ممدح الشعبي وشرطة العميد ناصر الشوحطي وفرعي الجهاز المركزي للأمن السياسي العميد فيصل الحميدي والجهاز المركزي الأمن القومي بالمحافظة العميد محمد كوبا ورئيس نيابة الأموال العامة القاضية عبد وطاها ومدراء مكاتب القطاع الإيرادي المالي بالمحافظة والمالية والصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب والواجبات الزكوية والغرفة التجارية والصناعية شدد الصلاحي على دورات العمل التكاملي بروح الفريق الواحد الجاد والمسؤول الذي يسهم في الرفع الجذري من حجم موارد الأوعية المالية الفعلية المحققة للمحافظة وسد عجزها بأي شكل من الأشكال للتصدي للتحديات الاقتصادية الكبرى التي تجابهها البلد في المجال المالي والتي تهدد قوة المواطن اليومي وكذلك الموظف الشهري من جانبه أوضح مدير فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة ممدوح الشعبي أن الإيرادات النقدية للمؤسسات المركزية المستقلة بالمحافظة تورد للفرع بنسبة مئوية مقدارها 75% من إجمالي إيراداتها غير النقدية المعتمدة على الإشعارات والشركات فيما المؤسسات المحلية بالمحافظة إيراداتها غير النقدية ليست بالغاية المنشود إن جازها منها مشيرا إلى أن الجهات المستقلة تلزم المتعاملين معها بالتورد المالي النقدي إلى فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة بدوره نوها مدير الشرطة بالمحافظة بأن قيادة الأجهزة الأمنية ستكون سندا لتمكين المكاتب الإيرادية بالمحافظة ومناطق مدرياتها